أقل من خمسة أشهر على موعد الانتخابات ولا تزال لجنة الحوار السياسي تراوح مكانها وهي التي أسندت لها مهمة التوصل إلى القاعدة الدستورية عقدت البعثة الأممية في ليبيا الأربعاء اجتماعاً افتراضياً لملتقى الحوار السياسي لاستعراض المقترحات الأربعة التي وضعها أعضاء لجنة التوافقات وناقش أعضاء الملتقى خلال الاجتماع المقترحات المقدمة بشأن خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي وشدد المبعوث الخاص يانكوبيتش في كلمته الافتتاحية على أن الأفكار والمقترحات التي أعدها الملتقى تتضمن جميع العناصر اللازمة للتوصل إلى حل توفيقي بناء إذا ما تمكن الليبيون من استنهاض الإرادة السياسية وقدموا التنازلات المتبادلة للسير بالبلاد إلى ما بعد حالة المراحل الانتقالية المتواصلة هذه لاستكمال العملية السياسية وتوحيد ليبيا ومؤسساتها في ظل سلطة مدنية منتخبة ووفق مراقبين فإن البعثة لم تظهر أي بوادر حقيقية خلال كلمتها للتوافق على صيغة مشتركة لإنجاز القاعدة الدستورية وعبر مسؤولون عن امتعاضهم من ممارسات البعثة التي وصفوها بالعبثية وأن البعثة ليست لديها جدية حقيقية في إنجاز القاعدة الدستورية وعلى الصعيد نفسه هناك سلوك مناقض لمساعي البعثة مثير للتساؤلات والجدل وهو موقف البعثة من مجرم الحرب حفتر الذي يهدم كل الجسور المؤدية إلى استقرار البلاد ففي احتفالية أقامها من داخل حصنه في الرجمة أعلن مجرم الحرب حفتر انقلابه على المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش وعلى حكومة الوحدة الوطنية التي اعترف بها العالم في تحدي صريح وما زاد المشهد تعقيدا من الجانب الدولي لقاء السفير الأمريكي بحفتر في القاهرة وتصريحه السابق أن للمجرم حفتر دورا مهما في توحيد المؤسسة العسكرية تصريح أثار حفيظة عدد كبير من الليبيين لما ارتكبه حفتر وميليشياته من جرائم مروعة وفضائع لا يزال يحصد الليبيون آثارها حتى اليوم من خلال المقابر الجماعية بترهونه وغيرها وفي ظل هذه الأحداث المتتابعة يشك الكثير في مصداقية البعثة والمجتمع الدولي في الذهاب إلى انتخابات نزيهة وشفافة تنهي حالة الاقتسام والتشضي في المشهد السياسي الليبي ترجمة نانسي قنقر